اليوم مستهدفة المسيحية اليوم هنا مهانة المسيحيون في العراق مستهدفون ومهانون وفي خطر هذا ما أفصح عنه تجمع للمسيحيين في كنيسة كراملس بسهل نينوى ضمن سلسلة من الوقفات التي ينظموها وما زالوا منذ أيام عقب قرار رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد عزل البطرياك لويس ساكو قرار برره رشيد بأنه جاء لما سماه عدم دستورية المرسوم الجمهوري الصادر عام 2013 والقاضي بتعيين لويس ساكو بمنصب بطرياك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتوليا على أوقافه القرار فندته صحيفة ذاتابلت البريطانية التي كشفت عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الخطوة ملمحة إلى أن الأمر لا يخلو من انتقام بعد أن تقدم ساكو بطلب رسمي إلى الحكومة البريطانية لتعديل الدستور الحالي في العراق خلال الزيارة التي قام بها الشهر الماضي إلى لندن والتقى خلالها بمسؤولين وأعضاء في البرلمان البريطاني وتابعت الصحيفة أن ساكو أكد للقادة البريطانيين أن الدستور الحالي الذي يوضع بإشراف الحكومة الأمريكية يميز ضد الأقليات الدينية في الحياة العامة ويمنع المساواة والعدالة أمام القانون كما حمل المملكة المتحدة تبعات دورها الذي لعبته في غزو العراق عام 2003 داعيا إياها لتصحيح خطائها والمساهمة في تغيير الدستور دعوة لويس ساكو هذه أثارت على ما يبدو غضب الطبقة السياسية في العراق المنتفعة من الدستور بشكله الحالي وهو ما دفع رئيس الجمهورية لإصدار قرار عزل ساكو وبالسلاح نفسه مشككا بشرعية قرار تعيينه الذي اتخذه الرئيس الأسبق جلال طلباني عام 2003 بحسب صحيفة ذاتابلت البريطانية مواقف لويس ساكو وتصريحاته لم ترق لسلطة الأحزاب خاصة وأنه رفض زج المكون المسيحي ضمن الصراعات واستخدامه في دعم تشكيل الميليشيات يصرح أنه نحن وأحفاد جون وأتينا أنتقم من أحفاد يزيد هذا فتنا يعني طائفية التهميش والإقصاء وترهيب الرافضين للسير في فلك العملية السياسية وضع لطالما حذرت منه هيئة علماء المسلمين طوال سنين مضت داعية الحكومة للكف عن تسييس الشؤون الداخلية للأديان لمصالح جهات معينة اليوم صدر بيان من نهاية علماء المسلمين جدا قوي وأنا كثير أشكرا